إن لله وإن إليه رجعون فكل من عليها فان ويبقى وجه ربي كاد الجلال والإكرام الموت تفاجئ فاطم زهراء شوف تيفي بصراحة قاعد المتابعين دينا لداخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن وقاعد الناس لمتبعينها وتبعين الأخبار دينا بقاعد فيهم صراحة بزبزافة فيربي ترحم هذا الفقيد وتغفر ليه وتجعل ماء واهل جنة يربي خليكم معايا باش تعرفوا شكون توفا لها فيربي تبتو عن السؤال والله يرحمنا جميعا في الدنيا والآخرة انتشر مؤخرا عبر مواقع التواصل الإجتماعية أن الزوج ديال الإعلامية فاطم زهراء شوف تيفي توفا لها الزوج ديالها لصراحة شكل واحد صدمة كبيرة بزبزافة في صفوف قاعد الناس اللي كيبيروها وكيحمقوا عليها ولكن هي نشرات واحد الخبر في الحساب ديالها الرسمية واللي قالت إن لله وإن إليه راجعون البقاء لله وحدها وفاة زوج أختي يعني زوج الأخت ديالها اللي توفا الله يرحمه يا ربي ويغفر ليها ويجعل مأواها الجنة يا رب بزاف ديال الناس اللي مشوا غالطين وقالوا بأن الزوج ديالها هو اللي توفا فالحمد لله الزوج ديالها ما زال حي يرزق مماتش اللي توفا هو زوج الأخت ديالها فيربي تصبرهم جميع والله يجعلوا من أهل الجنة يا رب دعواتكم معه متابعنا الكرام بالرحمة والمغفرة فالله يصبرهم جميع ويعود لمحبة دياله بصبر فحتى هنا متابعنا الكرام كنكون سلط نهاية الفيديو فكنشكركم على المتابعة والاستماع وكنقول لكم بسلام عليكم خليتكم الأخيرة ولقاكم في فيديو جديد بإذن لا تكونوا كاتشاهدوه انتم مبتحة جيدة وفضلا وليس أمرنا بالنسبة للناس اللي ما زال ما اشتركوش فيشتركوا معي في القناة باش تبقوا وتصدقوا على الجديد